خير طلب بعدها هيظهر التطويق أيوة شو بقى الجيش الإسلامي احنا قلنا الجزء اللي هو ما يصر ده لم يستطيعوا خلاص حوصوا هنا مستنقى وهنا اللي كان في القلب والميمنة هم الذين استطاعوا أن يعبروا طبعا معركة القادسية دي استمرت أربع أيام بتلت ليالي احنا نتكلم عن حالة هائلة من يعني البسالة والبطولة والناس جاهدت طبعا مشكلة الأفيال مثلا يعني مشكلة الأفيال دي يدخل برضه في الإبداع اللي حضرتك قلت عليه يعني المسلمين عملوا أربع ابتكارات لمواجهة الأفيال باعتبارها شيء جديد أول حاجة مثلا عملها واحد من المسلمين احنا ما نعرفش اسمه لغاية دلوقتي هو واحد فضل يقول طب الأفيال دي نحلها ازاي فقضى ليلته يبني فيلا من الطين ويقربه من فرسه فيل من الطين كده أو يدرب الفرس عليه علشان الفرس يتعود عليه ما ينفرش منه وبالتالي لما جيتاني يوم الفرس لم ينفر منه فبالتالي تبعته خيول المسلمين ده ده ابتكار مثلا واحد شغلوا الموضوع الحاجة التانية انه هي كانت ايه ميزة الأفيال هي طبعا كيانات ضخمة كائن ضخم كده وعلى جانبي الفيل فيه تابوتين والتابوتين دول عليهم مقاتلين بالرماح بالسيوف بالسهام فالفيل لما بيتحرك بيحصل زلزلة في صف الجيش ايه الزلزلة دي بيستثمرها المحاربين اللي هم على توابيت الفيلة ويبدأوا يطعنوا ويرموا لانه خلاص داخل داخلوا عملت ربكة فمثلا بدأت المسلمين بدأوا يعملوا ايه عمليات خاصة كده ان فيه ناس فدائيين يروحوا كل مهمتهم ان يقطعوا الحبال التي تربط التوابيت فتسقط التوابيت فالفيل يعملش لازم اه ولما تسقط التوابيت خلاص يعني مفيش حد بيوجه الفيل اه تمام فكده الفيل بيفقد فعليته طبعا لما ده حصل في اول يوم الحركة ده حصل في اول يوم الفيلة ما ظهرتش تاني يوم لانهم قضوا الوقت كله في محاولة اصلاح هذه الاحزمة التي قطعت وبدأوا يحطوا حوالين لما ظهرت بقى الفيلة في تالت يوم بدأوا يحطوا حواليها فرقة حراسة علشان ما تتكررش التجربة دي ايه فلما حطوا فرقة حراسة الفيل لما كترت الناس اللي حواليه بدأ يشعر بالانس ما يبقاش متوحش وهايج زي الايام الاولى وهذا ايضا مما اعاق حركة الجيش الفريسي المعتمد على تقدم الفيلة وبعدين جات لهم معلومات من العرب اللي هما اسلموا من عرب العراق اللي هما المناظرة وغيرهم يعني ان الفيل يمكن ان تتجنب يعني ما يبقلوش فايدة لو انت اصبته في عينيه او قطعت خرطومه فبدأت يعني ايه الفدائيين او الكتائب الفدائية تبقى مركزة انها تصيب الفيل في عينيه او الخرطوم بتاعه او تقطع خرطومهم وبعدين لحظوا ان الفيلة بتتحرك بقيادة فلين يعني هما 30 فيل صحيح بس فيه فيل اسمه فيل لونه ابيض كده اسمه الفيل الابيض وفيه فيل لونه رمادي لونه يعني فراني يسموه الفيل الاجرب الاتنين دول كأن الفيلة تتبعهم فحصل تركيز من القعقاع ابن عمر التميمي طبعا بتعليمات من سيدنا سعد لانه شايف المعركة من فوق انه القعقاع وبني تميمي يكفونه الفيل الابيض وقبيلة بجيلا تكفيه قبيلة اسد تكفيه الفيل الاجرب فلما قتلوا الفيلين دول هاجت الفيلة خلاص ما بقوش عارفين روحوا فين يعني هو الجيش الفرسي كلمعتمد على الاتنين دول في التوجيه ووراهم بقية الفيلة فاحنا بنقوله يعني وجود المعلومات وجود الابتكار في الحلول كل ده خلى المسلمين يتجاوزوا عقبة هائلة وشديدة وغير مسبوقة اغلب الجيش ده ما شافهاش قبل كده اللي هي عقبة الفيلة